موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوين نائب رئيس الجمهورية يحضر الحفلة السنوية الذي يقيمه خادم الحرمين الشريفين لكبار الشخصيات موسيقى رئيس الوزراء يلتقي بقيادات الدولة المدنية والعسكرية ويستقبل قائد القوات السعودية بالعاصمة عدن موسيقى موسيقى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية في مواجهات بميدي موسيقى من العنوين إلى التفاصيل حضر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح حفل الاستقبال السنوية الذي أقامه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منا لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام وحضر الاحتفال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتقدم نائب رئيس الجمهورية بالتهاني وتبركات لإخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك معبرا عن الشكر والتقدير للخدمات التي تتولها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحجيج بيت الله الحرام والنجاح الكبير الذي تحقق في هذا الموسم وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود كلمة هنأ فيها الجميع بعيد الأضحى المبارك سائر المولى جلت قدرته أن يكتب لحجيج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وقال في كلمته لقد شرف الله هذه البلاد وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصدهما من الحجيج والمعتمرين والزوار وأن المملكة سخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم وأضاف نحن عازمون بإذن الله على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأكد خادم الحرمين الشريفين بأن المملكة وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة وأنها تسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع كما ألقيت في الحفل كلمات لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر وأمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ووزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد أهل داود نيابة عن رؤساء وفود الدول الإسلامية في موسم الحج وتطرقت الكلمات في مجملها إلى مستوى التنظيم لموسم الحج وما تشكله هذه الفريضة من رسالة سماوية لسلام وضد الأرهاب والإفساد في الأرض هنأ رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كل من وزير الأوقاف والإرشاد ووكلاء الوزارة وكادرها والمؤسسات المدنية من أفراد ومؤسسات الحج والعمرة اليمنية والأشقاء في المملكة العربية السعودية على مهنية الترتيب وإنجاح موسم الحج الذي تحقق في التطويف والوقوف في ميناء وعرفة بكل سهولة ويسر جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء مع وزير الأوقاف والذي أطلعه على أوضاع وسلامة الحجاج بعد رمي الجمرات والخطوات اللاحقة التي ستقوم بها الوزارة في خدمة الحج والحجيج وأثنى رئيس الوزراء على الإجراءات المسبقة التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات السعودية الأمر الذي ارتبط ارتباطا كبيرا بنجاح موسم الحج لهذا العام والذي تمثل في العوامل التي أسهمت في تحقيق الانضباطية في التنفيذ ابتداء من استقبالهم في المنافذ الحدودية وحتى الانتهاء من أداء الفريضة الربانية لهذا العام وحث رئيس الوزراء على مضاعفة اليهود وتسهيل كل الإجراءات وتدليل العقبات والاستمرار بنفس النجاح والنشاط الذي اتصف به رئيس وأعضاء بعثة الحج منذ اللحظات الأولى لبدء شعائر الحج وتمنى رئيس الوزراء لجميع الحجاج السلامة الدائمة والعودة إلى وطنهم وقد تقبل الله منهم عبادتهم وحجهم وقد تحقق دعاؤهم لليمن في الأمن والاستقرار وبناء اليمن الاتحادي من جانبه عبر وزير الأوقاف والإرشاد عن شكره لرئيس الوزراء على حرصه ومتابعته التي لم تنقطع للإطمئنان على سلامة ومستوى خدمة الحجاج اليمنين مؤكدا أن موظفي وكادر الوزارة يعملون بكل تفان وإخلاص ووفقا للتوجيهات والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بقصر المعاشيق عددا من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلطة القضائية والمكاتب التنفيذية بعدا وبحضور عدد من مسؤولية الدولة حيث نقل رئيس الوزراء في مستهل اللقاء تهاني وتبركات فخامت الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائل المولى عز وجل أن يعيده علينا وقد تحقق لليمن واليمنيين الأمن والاستقرار مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل وللمعتقلين الحرية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبالرغم من شحة الإمكانيات إلا أنها استطاعت صرف مرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين بانتظام في المحافظات المحررة ومرتبات الجيش والأمن وتعمل جاهدة على انتظام صرفها وقال رئيس الوزراء سنعمل على شراء كميات كبيرة من الوقود لمحطات التوليد بالسوق المحلية لمواجهة أي تأزمات في المستقبل مشيرا إلى الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها أو شنها الإنقلابيون وحث رئيس الوزراء المسؤولين والقادة العسكريين على مضاعفة الجهود ووحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة والمضي قدما نحو تأسيس اليمن الاتحادي الذي يتطلع إليه كافة أبناء اليمن وكان الرئيس الوزراء قد استمع إلى إيجاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا بالجمهورية القاضي حمود الهتار حول الإجراءات والترتيبات التي يبذلها المجلس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في سبيل استقرار أجهزة العدالة ومباشرة المحاكم والنيابة العامة للعمل في كل المحافظات المحررة استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بقصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن قائد القوات السعودية العميد الركن سلطان بن إسلام وعددا من ضباط المملكة المشاركين في قوات التحالف العربي وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بقائد القوات السعودية وزملائه من ضباط الوحدة السعودية محيا جهودهم وصمدهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس اليمهورية في مواجهة ميليشيا الحوثي والصالح الإنقلابية واستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب ونوه رئيس الوزراء إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلادنا والمملكة والممتدة جذورها على مر العصور والقواسم المشتركة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين أمنا واقتصادا وثقافة وحضارة مشيدا بالأدوار التي قدمتها المملكة العربية السعودية ومؤسسها الملك عبد العزيز السعود طيب الله ثراه وملوكها الأفاضل في دعم اليمن ووحدته واستقراره وقد تجسدت أخيرا في معاني المحبة والأخوة الصادقة لموقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي عهده الأمين أو الأمير محمد بن سلمان بعاصفة الحزم التي جاءت في وقت مفصلي غيرت من معادلة القوى وأحبطت طموح إيران في التوسع والسيطرة على اليمن وتهديد أمن واستقرار وطننا العربي وخاصة دول الجوار والملاحة الإقليمية والدولية وقال رئيس الوزراء لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية وسيقف شعبنا اليمني ويسانده دول التحالف العربي لإحباط هذا المشروع وأشد رئيس الوزراء بالانتصارات التي حققها جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية مسندين بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف في مختلف الجبهات قائلا إن وصول القوات الإماراتية إلى عدن جاء في لحظة تاريخية فاصلة كما أن دعمهم مع باقي دول التحالف حررت المكلة من القاعدة وأعادل حضر موت استقرارها وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالجرحى وأسر الشهداء الذين لم يترددوا لحظة واحدة في الدفاع عن الجمهورية والوحدة والمشروع الوطني ورسموا أسمى معاني التضحية والعطاء في الذود والدفاع عن اليمن من جهته عبر قائد القوات السعودية العميد الركن سلطان بن إسلام عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء مستعرضا أمامه مهام القوات السعودية في إطار قوات التحالف العربي التي تعمل وفق رؤية مشتركة وتحت قيادة موحدة وهدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف العربي ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر في هزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيين كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من اليوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعود وتعزيز الجباهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين فالسلام لا يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع السلاح من الميليشيات حضر اللقاء وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ورئيس جهاز الأمن السياسية اللواء عبدو الحذيفي ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر اللخشع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع العميد جمعان الجنيدي نقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع مدير شرطة عدن اللواء شلال علي شائع الأوضاع الأمنية في المحافظة والجهود المبدولة في تحقيق الأمن والتحري والاستقرار وعودة عمل أجهزة الأمن وأقسام الشرطة والطلاعها بمسؤولياتها في خدمة الوطن والمواطن واستمع رئيس الغزراء من مدير أمن عدن إلى شرح مفصل عن الجهود التي قامت بها إدارة أمن عدن في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة من خلال تفعيل غرفة العمليات المشتركة وفقا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي والتحضيرات الدؤوبة وتكثيف الجهود لحماية المواطنين خلال فترة إيجازة العيد وحماية المؤسسات العامة والخاصة وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبزلها مدير الأمن وكل الوحدات الأمنية والأجهزة المختلفة التي تعمل جاهدة في ظروف صعبة واستثنائية لتطبيع الأوضاع ولمكافحة الجريمة وتصدي لها قبل وقوعها مشددا على مضاعفة الجهود وأخذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة وبما يضمن سلامة واستقرار أمن الوطن والمواطنين مؤكدا مواصلة الحكومة لدعم الأجهزة الأمنية لقيامها بمسؤولياتها وواجباتها المناطة بها من جانبه أكد اللواء شلال أن الأمن في عدن قد تحسن مما كان عليه في السابق وهذا بفضل الجهود المشتركة والتنسيق المتكامل والدعم الذي قدمته الحكومة والتحالف العربي مؤكدا بأن أمن عدن سيظل عينا ساهرة في خدمة المحافظة وأن توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد تحققت على الأرض وخروج الناس واحتفالهم بالعيد هو أحد مظاهر الأمن وتطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن والتي استقبلت مئات من أبناء الوطن الكبير نقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن سالمين علوي على أوضاع المؤسسة والمشاريع التي نفذتها الحكومة والمعالجات التي اتخذتها لإنهاء أزمة المياه ومشاكل الصرف الصحي وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي قطاع المياه والصرف الصحي اهتماما كبيرا وقد وجهت بتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية في القطاعين لإنهاء الأزمة ولينعم أبناء عدن باستمرار ضخ المياه دون تقطعات وشدد الدكتور بن دغر على مضاعفة اليهود لاستكمال إنجاز المشاريع والتي اعتمدتها الحكومة مشيدا بيهود رئيس المؤسسة وكادرها في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين واستمع رئيس الوزراء من قبل مدير مؤسسة المياه إلى شرح مفصل عن مدى إنجاز المشاريع التي وجهت الحكومة بتنفيذها والتحسن الكبير الذي شهده قطاع المياه في الفترة الأخيرة حيث أشار إلى أنه تم شراء 15 محركا لمضخات المياه لزيادة إنتاجية المياه لحقلي بير ناصر ودار المناصر بتكلفة إجمالية تقدر بـ 38 مليون ريال بالإضافة إلى دفع مبالغ كبيرة لتوصيل الكهرباء لحقل دار المناصر بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء في قطاع الصرف الصحي أكد سالمين أنه تم دفع مبلغ 30 مليون ريال لتوصيل كهرباء لمضخة المنصورة للصرف الصحي بالإضافة إلى شراء سيارات شفت مشيرا إلى أنه تم البدء في إعداد الدراسة المتعلقة بإنبوب الضخ الناقل لمجاري محافظة عدن بطول 20 كيلو حيث تتحمل الحكومة تكلفة التركيب والتوريد للأنابيب كما أشار إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء بصرف 400 ألف لتر ديزل و30 ألف لتر بتولول شهريا للمؤسسة من قبل شركة النفط منذ شهر مارس الفائت معبرا عن شكره لرئيس الوزراء على الاهتمام الخاص والمتابعة الحثيثة والتي يوليها لقطاع المياه ولفت إلى التحسن الملحوظ في قطاع المياه والصرف الصحي زر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عددا من الشواطئ والمتنزهات بالعاصمة المؤقتة عدن لمشاركة المواطنين أفرحهم وابتهاجهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولتبادل التهاني والتبريكات معهم وعبر رئيس الوزراء عن سعادته وهو يتواجد في هذه المناسبة العظيمة بين جموع كبيرة من المواطنين ويشاركهم فرحة العيد وقد تحقق لعدن الأمن والاستقرار وقال الرئيس الوزراء قبل عام من الآن ما كان ليخرج المواطنون إلى هذه المتنزهات ويشعرون بفرحة العيد بسبب الاختلالات الأمنية والتنظيمات الإرهابية والحرب التي خلفتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية واليوم وبفضل من الله وبجهود القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والذي كرس كل جهوده لخدمة الوطن والمواطن وبتوجيهاته استطاعت الحكومة والأجهزة الأمنية تحقيق الأمن والاستقرار والذي ينعم به اليوم كل المواطنين في عدن وباقي المحافظات المحررة كما وفرت الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء وصرفت المرتبات للموظفين وستواصل جهودها في إعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات وأضاف الدكتور بن دغر القادم أجمل لعدن ولأهالي عدن وسكانها ولليمن أجمع وسنمضي في تطبيع الحياة والأمن في باقي المحافظات المحررة واستعادة المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الإنقلابيين وعلى رأسها العاصمة صنع وسنسعى إلى رسم البسمة على أسر الشهداء والجرحى الذين كان لهم الفضل الأول فيما تحقق اليوم وهذا وتجول رئيس الوزراء وسط فرحة رامرة من قبل المواطنين والأطفال والذين تجمعوا حولهم ملتقطين الصور التذكارية معه والتي تدل على مدى الحب والارتياح الشعبي الكبير لوجود رئيس الحكومة وسط صفوفهم دون مانع أو حاجز كما شارك رئيس الوزراء المواطنين المتواجدين في حديقة فان سيتي أفراحهم وتبادل التهانية معهم متمنيا لهم قضاء إجازة العيد في ظل أجواء يسودها الأمن والأمان والاستقرار من جهتهم عبر جموع المواطنين عن سعادتهم وشكرهم لمشاركة دولة رئيس الوزراء أفراحهم والتواجد ميدانيا بينهم لملامسة همومهم والإطلاع على أوضاع المحافظة عن قرب اشتركوا في القناة 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 التي يبذلها ابناء الامن وان نصرف لحقها في هذه المناسبة هنا في محافظة وفي ذاته نصرف جروحهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة